نرحبا معكم لخبر مختلف مبارح اتحاد الكرة اعلن عن تأجيل المؤتمر الصحفي لبريرا رئيس لجنة الحكام طبعا كان المفترض ان يقام هذا المؤتمر الصحفي النهاردة الاثنين عشان يتكلم من خلاله عن استعدادات لجنة الحكام للموسم الرياضي الجديد وخطة المرحلة اللي جاية من اقامة معسكرات وتطوير للحكام وتقنية حكم الفيديو كل الكلام ده يتأجل لحد بعد المؤتمر يعني المؤتمر ان شاء الله هيتأجل لبعد انتهاء مباريات دور التمانية في بطولة كأس مصر ده حسب ما اعلن عنه اتحاد الكرة وطبعا كل ناس مستنية تشوف ببريرا حيقول ايه عن خطة لجنة الحكام الفترة اللي جاية ولا سيما الكلام الكتير اللي كان عن المبدأ نفسه والتحكيم طول الفترة الأخيرة بس اقول لك على حاجة مفيش يعني منظومة بتتحل على طول طبعا ملف التحكيم عندنا عندنا كان فيه قزمة كبيرة جدا على مدار مواسم عديدة وحاولنا اكتر من مرة والقائمين على كرة القدم المصرية حاولوا اكتر من مرة وكان فيه قبلها كلاتنبرج وكلمنا ان التجربة لم تنجح في مصر لكن تجربته قبل كده نجحت في كل دول العالم على كل حال احنا مش بنتكلم في اللي فات بنتكلم في اللي جاي بريرا اعتقد ان الناس كتير جدا وثقة فيه يمكن الظروف كمان اللي هو جي فيها افضل من كلاتنبرج يا كريم ويمكن كمان التقبل الجماهيري ليه او تقبل الشعب ليه افضل بكتير لان الاول كانت الناس بتقولك يعني ده اللي حيجي يحل لنا المشكلة لو انت فاكر كلاتنبرج قالك وكانت مشكلة الناس بس على حتة الانلاين اه يعني هم لا يحبوش يصدقوا انه ممكن يحصل تغيير ممكن يحصل تطوير لا كل شيء جايز دول كتيرة جدا كعندها مشاكل فعلا في التحكيم كعندها مشاكل في امور عديدة في قرط القدم اصلا او في المنظومة نفسها قدرت ان هي تطور نفسها ففكرة الاستعانة بخبرات اجنبية ده امر مش سيء ابرا بالعكس ممكن ان هو يفيد بشكل كبير جدا وبعد كده لما انت توصل للمستوى يعني اللي انت شايف انك ممكن تكتفي بالخبرات المحلية ليه لا يعني ممكن نعمل ده فعلا بس اعتقد دي خطوة هتكون لحقة على كل حال نتمنى كل التوفيل انه زي ما انت كنت بتتكلم زي ما كلنا لمسين عندها مشاكل تحكيمية كثيرة جدا المعدل العالمي اللي هو مسموح بيتكلم في 10% اعتقد احنا مع الدين هذه النسبة بشكل يعني اكبر بكتير